السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل جديد نتعلم في هذا الفيديو كيف أشكل جملة إنجليزية وكيف أترجم أفكاري من العربية لإنجليزية كيف أفكر في بناء جملة إنجليزية صحيحة تابع معي نهاية الفيديو هناك معلومات كثيرة عن كيفية تشكيل الجملة الإنجليزية لدينا هذين الجملتين إنه منزل جديد إنه منزل صديق للبيئة نريد أن نحاول هذين الجملتين إلى الإنجليزية إنه إنه منزل منزل جديد إذا تكون صفة للمنزل أيضا صديق للبيئة صفة للمنزل أولا قبل أن نبدأ لاحظ هاتين الجملتين لا تحويان على فعل إنه منزل جديد إنه منزل صديق للبيئة لا يوجد فعل عند إذا نحتاج إلى فعل في الجملة الإنجليزية كما نعلم الجملة الإنجليزية تبدأ بـ subject تبدأ بالفعل بعدها بيكون عندنا verb إذن الفعل بعدها عندنا compliment تتمت الجملة أو the rest of the sentence بقية الجملة إذن فعل فعل وتكملة الجملة أولا يجب أن نبدأ بالفعل إنه منزل جديد طيب إنه كيف أقول إنه باللغة الإنجليزية؟ إنه طيب الفعل يجب أن ننتبه يكون أحد الضمار أو اسم اللحظ لا يوجد اسم عند إذن يكون ضمير يأما I, he, she, it, we, you, they منزل بيكون غير عاقل الضمير بيكون it الفعل كما قلنا لا يوجد فعل بهذه الحالة نستخدم فعل كون يأما am, يأما is, يأما are يعني الجملة الإنجليزية يجب أن نتحوه على فعل it نضع بعدها is it is بمعنى إنه إذا كان في الجملة إنها أيضا معناته it is أو يقابلها it is باللغة الإنجليزية إذن نتهينا من إنه لماذا؟ لأنه عدنا it هي الفاعل والفعل is منزل جديد يأتي شخص يكتب يعرف house منزل جديد new يكتب بهذا الشكل it is house new وهذا خطأ لماذا يا أستاذ؟ أولاً تأتي الصفة قبل الموصوف في اللغة الإنجليزية يعني هو يعرف أنه خلاص ما ينزل يكتب house ينزل مثل ما هي جديد يكتب أيضاً new وهذا خطأ إذن الصفة قبل الموصوف يعني نقول a new house إذن بهذا الشكل عدنا منزل اسم والصفة أو الميزة المنزل هذا جديد إذن تأتي قبلها ونضع a عندما نعرف شيء جديد أو نقدم شيء نستخدم أداء التنكير a إذن نستخدم a يجب أن نضع a لدينا جديد نكتب new بعدها منزل بهذا الشكل it is a new house إنه منزل جديد ونهاية الجملة بفلسطوب بنقطة هذا الجملة صحيحة it is إنه كما قلنا نبدأ بالفاعل وبعدها الفعل منزل جديد كما قلنا لنصع نكتب منزل house بعدها new هذا خطأ الصفة تأتي قبل الموصوف it is a new house واستخدمت a أداء التنكير لماذا عندما أعرف شيء عندما أقول هذا كذا أو هذا الشيء الفلاني استخدم أداء التنكير it is a new house صار عندنا فاعل وفعل وتكملة الجملة دائما الجملة تبدأ بفاعل بعدها فعل وتتمت الجملة الآن أريد أن ترجم الجملة الثانية إنه منزل صديق للبيع كما قلنا إنه خلاص عرفناها it is كما قلنا it هي الفاعل is هي الفعل تتمت الجملة كما قلنا منزل صديق للبيع يكتب باشرة house كمة صديق للبيع إيكو يكتب هذا الشكل it is house إيكو وهذا خطأ كما قلنا صديق للبيع تأتي قبل المنزل كما كلمة جديد أتت قبل المنزل لاحظ house منزل هنو هنو استخدمنا is هنا a an لماذا a لأنه أتى بعدها حرف ساكن an أتى حرف صوتي الحرف الصوتي كما نعلم o u e a i إذا نحدح الحرف الصوتي هذه نستخدم an إذا لدينا o a i u e هذا الشكل و إيكو هي الصفة house يكون عندنا الاسم والصفة تأتي قبل الاسم أو قبل الموصوف و دائما نتعلم أنه أو نعرف أو يجب أن نعرف أن الجملة تبدأ بفاعل وبعد الفعل وتتمت الجملة نريد أن نحول هاتين الجملتين أيضا إلى إنجليزية كما نعلم الجملة تبدأ ب subject الفاعل بعد الفعل وتتمت أو تكملت الجملة الفاعل المنزل قديم يأتي الشخص يقول ال يكتب the منزل يكتب house قديم old بهذا الشكل وهذا جملة خاطئة طيب لماذا أستاذ خاطئة؟ كتبنا ال the منزل house قديم كتبنا old full stop نقطة full stop طيب وين الخطأ؟ لا يوجد فعل الجملة الإنجليزية إذا لم تحوي على الفعل تكون جملة خاطئة طيب ما هو الحل؟ إذا لم يكن هكي فعل واضحة جملة مثل eat يأكل drink يشرب sleep ينام write يكتب وهكذا عنده إذن يكون الفعل فعل كون كيف يعني فعل كون؟ لما يكون am is أو are am يكون قبلها i is he she it are يكون قبلها we you they أو يكون عندنا is مع المفرد are مع الجمع house منزل واحد عند إذن لا نستطيع نستخدم are ولا نستخدم am أصلا am ما نستخدمها اللي يكون قبلها i عند إذن الحل الوحيد هو is إذن تصبح جملة the house is old المنزل يكون قديم لكن شخص يقول لا يوجد يكون صحيح لا يوجد يكون لكن في الجملة الإنجليزية علينا النظر فعل كما قلنا إذن لم يكن هناك فعل واضح هنا لا يوجد فعل واضح عند إذن نستخدم فعل كون باللغة العربية المنزل مبتدى قديم خبر يعني خبرني عن المنزل لكن يجب أن نضع فعل كون تعيش الفتاة في المنزل وحيدة يأتي شخص مباشرة تعيش يعرف كلمة يعيش live الفتاة the girl بهذا الشكل وأيضا هذا خطأ لماذا يا أستاذ تعيش كتبناها live إذن يجب أن نبدأ بالفاعل إذن دائما أبدأ بالفاعل من هو أو من الذي يعيش إذن الفتاة إذن نضع الفتاة في بداية الجملة the girl إذن الفتاة الآن نضع verb الفعل تعيش live the girl live إذن كان بداية الجملة مفرد عنده إذن نضيف الفعل s نسميه s المفرد الغاب the girl lives إذن هذه s نسميها third singular person s s شخص الثالث أو s المفرد الغاب تحدثنا عنها بفيديو سابق الحبر جعله بزمن المضارع البسيط the girl lives تعيش الفتاة في in the house يعني المنزل the house وحيدة ممكن شخص يقول أنا أعرف أنه alone وحيد طيب وحيدة نفس الصفة باللغة الإنجليزية مع المذكر والمؤنث إذن نكتب alone alone بمعنى وحيد أو وحيدة the girl lives in the house alone تعيش الفتاة في المنزل وحيدة لا يوجد أي حيوانات في المنزل يقول شخص لا يوجد يقول لا no يوجد كيف يقول يوجد إذن هنا يقع في مطاب أخذنا فيديو سابق كيف أقول يوجد أو لا يوجد there is أو يكون عندنا there are there is بمعنى يوجد لاحظ حيوانات جمع عند إذن لا نستخدم is نستخدم are إذن نضع there are يوجد طيب لا يوجد عند إذن نضع عليها not there aren't أو نقول there are not there aren't أو there are not هذه المعنى لا يوجد أو ليس هناك أي any حيوانات animals animal حيوان animals حيوانات there aren't any animals in في المنزل the house في المنزل there aren't any animals in the house لا يوجد أي حيوانات في المنزل بهذا الشكل النهائينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه كيف أشكل أو أكتب جملة انجليزية بشكل صحيح كيف أفكر عندما أكتب جملة انجليزية بهذا الشكل النهائينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته